في قلبي كلام كنت بتكلمه من زمان واليوم بتكلمه موضوع عاملات المنزل عشان في ناس يزعون اللي تقولوا شغالات عاملات المنزل الآن عاملات المنزل البعض يا رجل يا أخي إيش المكر اللي فيهم تروح تاخد عاملة تكمل ست أشهر بعد ما ينتهي فترة ضمانها تحرب بعد ما تهرب طبعا هذه الإنسانة أو هذا الشخص اللي دفع اللي وراه جدامة علشان ييب عاملات المنزل تهرب العامل انتهي فترة الضمانة ستة أشهر ما لك شي عندي طيب لابد من قانون لابد الآن من وجود قانون هنا يحمي هذا الرجل أو هذا الشخص اللي ياب هذه العاملة من أجل أن تشتغل أنا شو ذنبه إذا دفع 1800 ريال وهربت الخدامة فالمفروض الآن فالمفروض الآن إحنا لا نرمي اللوم على مكاتب الخدم ولا نرمي اللوم أيضا على رب المنزل لابد من وجود هناك يعني قانون يحمي صاحب المنزل اللي اشترى أو اللي ياب هذه الشغالة وجود قانون أيضا يحمي المكتب اللي ياب هذه الخادمة من بلدها هنا الدور يجي على السفارات سفارة كل دولة مثلا سرلنكا فلبين وين الدول اللي يبوا فيها عاملات المنزل المصيبة المصيبة هنا أن هذون العاملات يا ليت لو يهربن ويروح يسافر لا ترى الجواز موجود عند الريال يدورن يضلن لك كم سنة يدورن يشتغلن مني ومني ومني يجمعن بمزاجهن متين ينسلمن نفسهن وسفروهن منزلوا فلوسي ماشي عليك العوغ لا وانتدفع تذكره بعد والله يعني أذكر أحد يقول لي أنه خدامته هربت قالوا لولا لازم تروح تقدم بلاغ ولا وتروح تودع مبلغ لتذكرة السفر يعني بعدك أنت خدامتك هربة بعدك تروح تدفع فلوس حال تذكر السفر شو سمع أنت تودعه وفلوسي قال لا والله الله يعاوضك يعني الحين لمسوا ماذونية بمئة وسبعين ريال مدري بكم ودافع الف وثمانمية مدري بكم عشان أجيب الشغالة وأصرف لها راتب أمية واربعين مئة وستين ريال ست أشهر بعد ست أشهر أشردت قامت الدور وتشتغل وتشتغل وتكد وتضرب فلوس بعد سنتين ثلاث سنوات راح تسلمتنا فسها والسفارة قالت ريالا روح بلادك بتذكرتك أنت اللي أنت دفعت إذن برايكم ما هو الحل أعطونا الحل إيش الحل هذا أحد الأخوة من أبو ضبي يقول عندنا الضمان سنتين على الهروب الله جميل يعني لو هربت خلال هالسنتين يعوضك صراحة إحنا مثل هذا الشيء لابد أيضا أن يكون معنا ترجمة نانسي قنقر